السلام عليكم ان شاء الله نقوم اليوم بشرح التحويل بسعر تقديري وهو التحويل رقم ثلاثة تحدثنا قبل ذلك عن التحويل بسعر التكلفة ثم التحويل بسعر السوق والان التحويل بسعر التقديري ايش معنى تقديري ايش معنى السعر تحويل بسعر تقديري ايه تم تقدير سعر الابداء اللي بتتحول من قسم لقسم داخل الشركة بسعر تقديري يعني مقدره فيما بينهم قديش بتقدش مبلغها يعني خمس تلاف عاش تقديريا يعني وهذا اسمه التقديري طبعا بدناش ندخل في التفاصيل لان ما بهمنا التفاصيل على طوان حل طبعا لما سير قبل ما نبدأ لما سير التحويل بسعر التقديري له عنصرين اه ايش العنصرين انه ان يكون التحويل بسعر تقديري ولكن ولكن القسم المحول اليه يقوم بالشراء بشراء بضاعة من الخارج يعني الابداء اللي بتتحوله بتكفهوش فبشتري بروح من الخارج ابداعة عشان يكمل شغله او لا يقوم بالشراء من الخارج طبعا ناخد الافترضين المثال رقم تسعة هو لا يقوم القسم المحول اليه اللي بيحولوله البضاعة اللي بياخد البضاعة ما بشتريش من الخارج بس بستكفي بالابداعة اللي بتتحول اليه بس بستكفي بالابداعة اللي بحول اليه ناخد مثال على طول عشان يضح يضح المقال قسم الف وباء وباء بيان بضاعة او المدة بسعر التكلفة هيها بسعر بضاعة او المدة بسعر تقديري ما بهمناش سعر التكلفة ترحموش حالكو كتير المهم بضاعة او المدة بضاعة او المدة بس للقسم الف وباء مخصص ارباة غير محققة خلناه قابل هيك في المثال السابق وحنا قلنا هذا المخصص القديم اسمه اللي بيعملوه بكون عاملينه زمان مخصص ارباة غير محققة كام ارباة الاف مشتريات ها لا الف في شباء لانه هي لا يقوم بشراء بضاعة من الخارج ها اداك لا يقوم في الشراء ما اشتراش باء هادا القسم المحول اليه باء اللي هو تم التحول من الف الى باء هادا قسم محوليه لا يقوم بشراء من خارج مش مش لا سفر ما اشتريته لكن فيه ايا قسم الف اشترى طيب مبيعات هذا وهذا موجود خاصة مسموح به هاي خاصة مكتسب تحولات من الف الى باء بسعر تقديري مش مشكلة السعر مهم تحولات من الف الى باء اهم شيء هادا تمام بضاعة اخر مدة لا الف وبضاعة اخر مدة لا باء تمام هنا ازا علمت انه ان القسم باء اللي هو المحول اليه اللي بيحولوله بضاعة لانه هي تم تحول من الف الى باء الف البحول وباء محول اليه يعني بياخد تمام قسم باء لا يقوم بشراء بضاعة من الخارج بيشتريش خالص بضاعة تمام تقدر البضاعة ها بسعر تقديري قاف زائد تا خمسة وعشرين في المية او قاف يسوي تا خمسة ايش معنى قاف تا قاف يعني تقديري تا يعني التكلفة يعني السعر التقدير او التكلفة التقديرية زائد خمسة وعشرين في المية زائد خمسة وعشرين في المية زائد خمسة وعشرين في المية عليه زيادة ازا علمت انه المطلوب تصوير حساب المتاجرة على الفترة المنتهية حساب مخصص ارباع غير محققة هدو ما بدناش اياه بمناج كتير مخصص ارباع غير محققة غير على الحساب احنا بدنا بس اهم شيء حساب متاجرة ارباح وخسائر مجزة وميزانية عمية هدول فقط بدنا اياه مثال الحل زي ما تعودنا في الامثلة السابقة هذا فيش في مشكلة حساب المتاجرة هاي بناخد بدعت اول مدة بدعت اخر المدة بدعت اول مدة بدعت اخر المدة هاي تمام مشتريات مبيعات مشتريات مبيعات تمام خصم اسموخ بي خصم مكتسب هاي نبدأ هاي البدعت اول المدة سبع تلاف ومتين ها بدعت اول مدة لالف ولا باع هاي لالف هاي لباع طب بدعت اخر المدة هاي لالف ولا باع لالف ولا باع هاي لالف هاي لالف ولا باع تمام مشتريات هاي المشتريات هاي لالف فيش باع خصم مسموخ بيه اللي هو مدين دائما خصم مسموخ بيه مدين هايو هايو خصم مسموخ بيه في الحل هايو هايو خصم مكتسب خصم مكتسب لالف ولا باع هاي خصم مكتسب خصم مكتسب تمام هنا مطاجرة نبدأ نجمع طبعا هاي بدنا نعمل قسم محول للمحول اليه قسم المحول للمحول اليه تمام نبدأ سعر التقديري التكلفة زائد هادا قانون طبعا تتحفظه قانون قبل هادا قسم محول اليه قديش قسم محول بدنا نكتب القيد التحويل من حساب هاي من حساب ومش مكتوب هنا تقريبا مش مكتوب لكن هو الان دربنا عليه فيما سبق هاي قسم حول من ولا 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 تحولات من الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هذا من هنا هو اسمه المدينة. من تحولات با الى تحولات الف. هايو دائن. هيا. الف هي قدامه. تحولات الف. وهي با تحولات با. تمام. نجمع هاد الف مع الف. تمام. نشوف نية الاكبر. هادا. هادا. او هادا. نية الاكبر. طبعا هادا طلع اكبر. هايو. طلع سبعة واربين الف. نحطه في الجنبية. سبعة وربين الف. سبعة واربين الف ناقص هدول الى التلاتين والفين وخمسمية والالف. دا اخرى اخرى تمنى ugh. طيب. نجمع هادا. ونجمع هادا. نجمعها من غير التحولات طبعا نجمع هذه دماح هادة. طبعا نجدعوه فيها هذه دماح هادا. نجمع هادا كل هيتو. او كل هى جمع. اجمع هادا كل هيتو وهذا كل هيتوا. ونية الاكبر. هذا ستة وعشرين الف في الجنبين. هذا اكبر. هذا بطلع اكبر من هذا. ستة وعشرين الف. ناقص خمسة عشر. ناقص الف خمسمية ناقص الف خمسمية. بطلع تمنتلاف. تمنتلاف. اذا مجمل للربح. مجمل للربح. بطلع. اربعة تلف و تمنتلاف خمسمية تمنتلاف. للقسم الف وبان. اللي هو وهذا نتيجة. تنقيس هذا من هذا. وتنقيس هذا من هذا. بطلع هذا. تمام? الاكبر في الجنبين. قلنا له اتنين. بطلع هذا اكبر من هذا. وهذا. اكبر من هذا. ازا الفرق هذا. تمام? تمام. سعر التقدير. الان خلصنا نجمعنا. طلعنا مجمل للربح. هذا وين بد روح مجمل للربح? بد روح على اربعة وخسر مجزل. بدنا نسويه الان. بدنا نسويه الان. ان شاء الله. اول الان. بدنا نعرف. ها. بالنسبة في المثال هذا. لا يقوم بالشراء من الخارج. هاي القانون. سعر التقدير بساوي. التاء زائد نسبة الربح. التاء يعني التكلفة. تاء. يعني دائما تكلفت اي شيء يا شباب ويا بنات. تكلفت اي شيء مية في المية. دائما تكلفت اي شيء مية في المية. صحيح? هيا قلم هيا القلم هيا القلم. قلم هدا ببشكل توما لو بدي اربعة ببإبيع بشكل ونص ازا اللحsn. اذا التاء كلفته مية في المية عليه بشكل. زائد نسبة ربحه. نسبةคمسة وعشرين في المية عشر في المية عشر في مية عشرين في المية الخاصة ما نجيب لك في المسال هو جيب لك كيف. ها. نسبة خمسة عشرين في التاء. سوا نزا زائد نسبة 25% اذا سعر التقديري بساوى اته زائد نسبة الربح تكلفة مية في المية زائد نسبة اذا مية 205 في المية. الان السعر التقديري لو مية تكلفة زائد 25 فجيا مية 205 فالمية تمام? الحين اتقال الربح غير محقق ولا ولا جسم بربح من التاني اسمه ربح غير instagram غير محقق لما ما اخدتهك اسمه انت بتبيع بتحول للمحول الى لكن بتربحش منه لانه داخل الشركة تمام بدنا نقسم الان بنقول نسبة الربح اللي هي هادي على على سعر التحويل نسبة الربح على السعر التحويل بطلع عشرين في المية اللي هو نسبة الربح غير المحققة نسبة الربح غير المحققة عشرين في المية فقط اللي هو نسبة الربح على سعر التحويل تطلع عشرين في المية اذا الربح غير المحقق الربح المحقق عليه بضاعة اخر المدة للقسم المحول اليها دي اسمها اكتبوا عليها بضاعة اخر المدة للقسم المحول اليه ضرب نسبة الربح غير المحقق بضاعة اخر المدة الربح المحقق بساوي بضاعة اخر المدة ضرب نسبة الربح غير المحقق هاي نسبة الربح من هادي هاي اي نسبة الربح غير محقق وك Спасибо أين بضعت آخر مدة هاي هاي بضعة آخر مدة القسم programming ايه gehen 4500 محول ايه 2500 ضرب نسبة الربح بطلع مخصص الجديد اسمه اسف. بطلع تسعمائة دنار. الربع غير محقق بطلع تسعمائة دنار. الان بنقول الجديد نقص القديم. المخصص الجديد قديش طلع عنه هيو. تسعمائة اللي احنا طلعناها. طب القديم الاربعمائة من وين نطلع للمسال? هيو. هي ارباح غير محققة قديم. قديم واحدة تتين اتناعش قديم عن اخر السنة. قديم. هي اربعمائة دنار. هي تسعمائة اللي طلعناها. ماقص اربعمائة خمسمائة. بنا نعمل في قيد نقول من هساء. ارباح وخسائر. مجزة. الى مخصص ارباح غير محققة. ودائما مخصص ارباح غير محققة بروح لوين? لارباح وخسائر. بنحط في ارباح وخسائر. طبعا هنا اخلي بالكو خمسمائة. ماقص اربعمائة بطلع بالموجة بخمسمائة. مش بالسالب. تسعمائة ناقص. تسعمائة ناقص اربعمائة. ازا بطلع تسعمائة بالموجة. ما طلعش بالسالب. لانه هذا اكبر من هذا. الجديد اكبر من القديم. طلع تسعمائة. ازا نقيد تكون من ارباح وخسائر. الى مخصص. طب لو طلع بالسالب. لو اربعمائة هنا. وتسعمائة هنا. مكانها. طلع بالسالب. بدك تعكسر قيد. تقول مين حساب المخصص? تجيب هذا هنا. ارباح غير مجزة. هذا تجيبه هنا. تاكسر قيد. لكن هنا موجة. هذا اكبر من هذا. يعني الجديد اكبر من القديم في موجة. يعني الجديد بخط القديم بزيد خمسمائة. الجديد بخط الاربعمائة وبزيد النا خمسمائة. هذا من الاربخصر الى مخصص. يلا انا وديه عربخصر على طول. ها. هيو. الى مخصص ارباح غير محققة للقسم با خلي بالكم. دائما احنا بنشتغل القسم با الف من العبش فيه خالص. دائما القسم الى المحول الى هذا مخصص القسم با المحول الى. نو خمسمائة. هدي مجملة منين جاية مجمل الربح حساب المتاجرة المجزة. من حساب المتاجر مجزة. هدو المبلغ. وين هيا انا هيا. هيا طلع على الحصاب المتاجر المجزة هاي. هاي. تمن تلف خمس مئة تمن تلعين مجمل ربع حيو وين بده روح ايو كتب لك في حساب المتعجرة اربعة خسائر مجزة اهي اربعة خسائر مجزة هاي تمام خلصنا طيب هنا باش بده هو بده هنا بقول لك الميزانية العمومية بده ايش تزر بس في الميزانية العمومية بس بده البضاعة اخر مدة للقسم الف وبا القسم الف جديش بضاعة اخر مدة ارجع المسال هاي بضاعة اخر المدة قسم الف هاي هاي تلات تلاف طب القسم بها اربعة تلاف خمسمية خلص موجود عنه هاي تلات تلاف اربعة تلاف ما قص هنا بدك تنقص المخصص اللي طلع عنا اللي هو تسعمية اسحى واحد روح نقص لخمسمية والاربعمية لا يجوز هدا اللي حسبناه احنا لما يخص السنة تسعمية هاي هاي اربعة تلاف خمسمية نقص سعمية بطلع تلات تلاف هذا بتنقصه من هذا اربعة تلاف خمسمية اربعة تلاف خمسمية نقص سعمية تلات تلاف ستمية هاي ازا مجموع الكل ومجموع بداخل مدة بالصافي ستة تلاف ستمية ليه تلات تلاف زي التلات تلاف ستمية تمام هذا بالنسبة للمسال ان شاء الله هنشرح رقم با في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي هو التحويل بسعر تقديري مع القيام القسم بشراء من الخارج. يعني هنا في بضاعة مشترى وفي محولة تنتين. هنا فيش مشترى في المسال الجبل. لا يقوم بالشراء. هنا يقوم. يعني بتحوله بضاعة ويشتري من الخارج. ماشي. السلام عليكم. ان شاء الله نلتقي في الفيديو القادم.